اشتركوا في القناة القمر موجود بالسرطان استقر عمل اول زوايا في الفترة هاي طبعا هو رح يكون موجود او اغلب اليوم رح يكون في منزلة المثرة وهي المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وحكينا ان القمر لما بكون موجود بالسرطان فكلنا في الفترة هاي او كل الابراج بتشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يضرف الدموع وهو بقلب صور تذكارية او اشيء العلاقة بالذكريات او حب قديم او البوم صور او اشخاص غادروا الحياة او اشياء من هذا القبيل يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشربنا بحيث انه احنا في الفترة هاي بنشعر بحافز لالتهام الطعام اكثر علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لزراعة او لاطفالنا او قضاء وقت ممتع في البيت او اشياء لها علاقة بالعقارات او بالاثاث او بالديكورات او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح تتشكل هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة الرابعة وثمنتعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة التسعة واربع وعشرين دقيقة صباحا او هي تيجي ما قبل الظهر بتوقيت الاردن يعني بتزيد ثلاث ساعات الساعة اتناعش ونص يا فأنا عشان هيكي بحكي قبل الظهر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية وهي زاوية صعبة رح تكون هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 12 و38 دقيقة قبل العصر يعني بتوقيت الاردن الساعة بتزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 33 و38 فهي قبل العصر تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن انه يثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في السرطان فخلقه المسار القادم رح يكون يوم 20 سبعة رح يكون فيه تمام الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش برضو لا ينتقل بعدها القمر لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 12 دقيقة فجرا بيصبح 28 يوم نسبة الاضاءة 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى 22 سبعة مزاجها منتحس يعني ضالي لها يومين او ثلاثي تقريبا بصير سعيد خصوصا انتقال الشمس للأسد بتعطيها طاقة وبرضو بتتعزز قواها بشكل واضح فبتصير سعيدة فبرضو بتعوض عن الاشياء او الضغط اللي كانت تسببه في الفترة الماضية اما بالنسبة للقمر طبعا في السرطان حتى يوم 27 المزاج اليوم سعيد لو لا زاوية المريخي الفترة بس اللي بحدث فيها بيكون زاوية نحيسة بعدين برجع يعني ساعتين ثلاثي بعدين برجع عادي سعيد عطارد في السرطان حتى يوم 5-8 المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-8 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 بعدين برجع للحركة الأمامية مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول بما أنه الشمس والقمر وعطارد موجودات في البيت الرابع فعشانك بتشكل زاوية تربيع معك مع برجك فهذا الإشي بحدث نوع من أنواع الضغط العصبي عليك أو التقلب بالمزاج أو العاطفية لزيادة عن اللزوم بتحس أنه ما عندك طاقة اليوم لإنجاز كثير من الأعمال أو المهام برضو بتحب أنك تمشي الأمور على شكل روتيني أو تلتزم البيت بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة يعني بتساعدك في بعض الأمور أو إنجاز بعض الأمور المالية أو الاهتمام ببعض المسائل المالية أو إيجاد حلول لبعض الالتزامات أو الضغطات المالية اللي بتكون ضاغطة عليك بالفترة هاي ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوية تكون مربكة أو المصاريف أهم مش أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان خصوصا بالأشياء اللي مش ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم جيدة على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات بتنشط بكثير من الأمور اللي بتكون لصالحك عندك قدرة للإقناع عالية جدا برضو ممكن يكون لك اهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بسيارة أو إلها علاقة بهاتف أهم إشي أنك تمسك أعصابك من العصبية والحدية ممكن اليوم يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأساس الغالب رح يكون على برج الحمل هو تأثيرات البيت الرابع لأنه ثلاث كواكب موجودة والثلاث هدولة منها منتحس منها سعيد منها القمر تواجده اللي بديصير برضو ممتزج في لحظات فعشان هيك بتكون الأمور متقلبة على أمور المنزل تنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة لا تحاول أنك تفرض وجهة نظرك على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر التصرف العدائي لا تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعاني من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمال أو كلام جارح في بعض الأوقات كانتقاد أو كنوع من أنواع الهجوم بدك أنت تمسك حالك قدر الإمكان حاول أنك تنجز العمال المهمة وما تكون فضولي في الدخاء التدخل في شؤون أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا يعني بتكون حساسة زيادة عن اللزوم بتتحسس من موقف معين بتستاء من كلمة بتستاء من ردة فعل ممكن تزعل على أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين من تصرف أو كلمة أو ردة فعل ممكن يصير فيه نقاشات حادة ولكن الأهم حاول أنك تبتعد عن الخلافات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل والصحاب بنقدر نحكي إنها إيجابية بتدعمك بقوة خلال اليوم فممكن تنجز كثير من الأعمال حتى لو كنت في البيت يعني لو حتى أعمالك المنزلية بتقدر تنجزها ما بتسمح للأعمال هاي بأنها تتراكم عندك صحيح إنه ممكن تظهر بعض التقلبات خلال هذا اليوم بالمزاج أو حدية ولكن إجمالا أنت بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية بالنسبة للوضع الصحي إجمالا الأجواء جيدة وتدعمك بقوة برضو بتساعدك في بعض الأمور الجيدة اللي ممكن إنها تعزز من صحتك ولكن أهم شي إنك تبتعد عن الأوهم أما بالنسبة للبيت السابع فهو بعطيك إيجابية عالية جدا على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية فبيدعمك على مستوى تحسين العلاقة ما بينك وبين الشركاء وخصوصا ما بين الأزواج ممكن تترجع عن قرار سابق وممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التوافق أو الاتفاق الجيد ولكن بدون فتح مواضيع قديمة وبدون تدخل بشؤون الشريك أو فرض الرأي عليه أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنشط في بعض المسائل الغيبية أو المسائل اللي إلها علاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين بالقروض بالمساعدات بالميراث حتى بالقضايا القضائية اللي بتتعلق في هاي الأمور ممكن تنشط فيها ممكن برضو تكون الاتجاه لصالحك أو لصالح بعض الأشخاص فيكو أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة صحيح أنه ممكن تسمع خبر شوي زعجك اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو مناقشة اليوم أو مؤتمر أو حتى دورة معينة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظ وبرضو بده يستعد بشكل جيد اللي عنده أوراق قانونية أو معاملات أو أشياء لها علاقة بالسفر برضو بده يرتبها لأنه ممكن تظهر أي مسألة من هاي المسائل أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة برضو بيحمل نوع من أنواع الخلافات اللي هي اللي أساسا سببت لك بعض النفور بالفترة الماضية إما أشخاص حاولوا يدخلوا بحياتك أو يشوهوا سمعتك أو يضغطوا عليك لدرجة أنهم يوصلوك لمرتبة أنك أنت تشوه سمعتك أهم شيء أنك أنت ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وفي نفس اللحظة ما تخالف القوانين حافظ على سمعتك وحافظ على إنجازاتك القائمة أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت 11 تقريبا بيت الأصدقاء بجمعك ببعض الأصدقاء أو ممكن تتواصل معهم ممكن توجه دعوة أو تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو شيء إلو علاقة بجمع أو تواصل مع الأصدقاء أو لقاء ممكن يكون عندك في البيت أو في بيت أحد الأشخاص أما بالنسبة للبيت 12 فطبعا هو اللي بسبب الوساوس وبسبب القلق وأضغاث الأحلام والكوابيس والقلق أثناء النوم أو بتدخل في مراحل شوي هيك مزاجك بيكون متقلب أهم إشي إنك أنت تترك الوسواس والهموم وتصفي ذهنك عشان الأيام تكون جيدة برج الثور طبعا اليوم مزاجك ونفسيتك أحسن تنشط بالحركة وبالاتصالات وبالتواصل ممكن اليوم تعمل قلبي نوعي في بعض المسائل أو تتحرك باتجاهات كثيرة خلال هذا اليوم يعني بتحقق إنجازات رائعة وبرضو بتعمل أشياء جيدة ولكن أهم إشي إنك تحمي حالك من أشياء لها علاقة بالتهور أو العصبية أو الاندفاع صحيح عندك قدرة على السيطرة على هذه الأمور ولكن حبينا إننا نحذر أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن يعني يكون في بعض التعطيل لبعض المسائل المالية أو تأجيلها لليوم القادم أو للأيام القادمة ولكن إجمالا الأوضاع يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية لبعض منكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا وفي منكم رح ينشط بجدولة بعض الحسابات أو الديون أو الالتزامات خلال هذا اليوم أهم شي إنك تقللوا من المصاريف الغير مرغوب فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم يعني غريب عجيب رح يكون ما رح تهدأ وتيرتك اليوم رح تنشط في أمور إلها علاقة بالتنقلات والسفر والاتصالات أهم شي إنك تكون أكثر صبر على الطرقات من الأيام المناسبة هاي لإجتياز امتحان أهم شي إنك تستغلها بالتعبير عن رأيك ولكن بهدوء دون إثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشت جميع المواضيع بثقة ومهارة ما بتهدأ وتيرتك يعني اليوم نشاط عالي جدا لدرجة أنه أنت ممكن في آخر النهار يعني تحس إنه لسه عندك طاقة لإنجاز أشياء يعني عجيبة غريبة بس أهم شي العصبية وتنتبه أثناء قيادة السيارة تنتبه على الطرقات وتنتبه برضو للأعطال اللي ممكن يصيب سيارتك أو تليفونك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت الروتينية يعني فيها إيجابية بتساعدك على تعزيز علاقتك العائلية أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو حل مسألة معينة عائلية خلال اليوم فيه منكم ممكن يدخل ببعض النقاشات أو الاهتمامات العائلية الخاصة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الأمور العاطفية بشكل قوي فاليوم تقدر تعزز علاقاتك العاطفية والتواصل والتقارب مع الأحبة وخصوصا مع الأبناء أو مع الحبيب أو مع أحد الوالدين يعني الأجواء إجمالا فيها إيجابية وفيها قوة وفيها دعم لا إلك أما بالنسبة للبيت السادس فهي تقريبا على مستوى الروتين يعني تنجز الأعمال الضرورية والمهمة بيصير لك اهتمامات في بعض المجالات الصحية ممكن تشعر بالتعب أو الإرهاق في بعض الأوقات ممكن تنجز الأعمال الضرورية فقط لا غير لأنه بيكون مخك مشغول بأكثر من شيء ثاني فحاول أنك توزع المهام ما تحمل كل شيء مع بعض أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية منقدر نحكي أنه إيجابي وهو بقارب ما بينك وبين الحبيب بشكل أكبر بتحاول تتواصل أكثر بتحاول تقارب وجهات النظر أكثر ممكن تدخل بنقاشات أو حوارات أو اهتمام بمسألة إلها علاقة بشراكي شراكي إلك أو لأحد الأحبة ممكن دك تخطب لحد ممكن دك تشوف عروس لحد ممكن تنشط بزيارة لأشخاص للمفاوضات على بعض المسائل ولكن إجمالا الوضع جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الحدية أو التأجيل أو المماطلة في بعض المسائل أو التعطيل في بعض المسائل اللي إلها علاقة إما باسترداد الديون أو مطالبة في بعض الفلوس اللي لا إلك أو أمور إلها علاقة بالقروض أو الديون اللي إلها علاقة برضو ببنك ضريبة تأمين أو معاملات ولكن الأهم أنك تحافظ على أموالك من شراكي ضيع فيها أموالك أو تكفى الحد وينصب عليك أو أنت يعني ينضحك عليك بمعنى آخر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت فيها بعض التقلبات على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن شوي تستصعب من بعض المسائل اللي إلها علاقة بامتحان أو دراسة أو دورة أو تركيز على موضوع علمي في منكم ممكن استيعابه يكون قليل بالفترة هاي يتهرب من دراسته ما بده يدرس أو يتكاسل من الدراسة أهم إشأنك تركزه بشكل جيد بالفترة هاي الفترة هاي فيها أشياء إيجابية لازم تستغلوها ولكن بدها شوي التعب أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي إنه الأجواء جيدة وبتدعمك تقدر تدافع عن سمعتك وتعزز علاقاتك وبرضو بيصير لك بعض الاهتمامات على مستوى العمل أو زملائك بالعمل أو أشياء لها علاقة بتعزيز السمعة أو إشي العلاقة بمديح أو إطراء عليك بإنجازك بعض الأمور أما بالنسبة للبيت 11 فما زالت المخاوف موجودة اليوم بتزيد هاي المخاوف أو القلق من أحد الأصدقاء أو الشك في أحد الأصدقاء أو حدية بالطباع أثناء تعاملك مع أحد الأصدقاء أو ممكن تستاء من دعوة أو من عزومة أو من جمعة مثلا هيك تلاقي ردات الفعل فيها مش مزبوطة حاول أنك تركز على هاي الأمور وتتجاوزها بتلاقي الأمور مشت بشكل إيجابي معك حاول إذا ما قدرت تتحولها للإيجابي يخليها روتينية أما بالنسبة لبيت متاعبك فالمريخ طبعا بده يشكل زاوية صعبة فاليوم بدك تدير بالك ممكن تتكاسل أو يتراكم عندك بعض الأعمال أو تظهر لك بعض العقبات أو المشاكل على مستوى العمل حاول قدر الإمكان أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تراقب صحتك غذائك تأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو ممكن تحمل لك نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو على أحد المقربين برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول أنت اليوم برضو عندك طاقة بتعزز كثير من الأشياء عندك تصميم على إنجاز بعض الأمور بتحس نفسيتك أحسن قدرة على الاهتمام ببعض المسائل بشكل إيجابي والتواصل بشكل إيجابي عندك أكثر من مشروع أو أكثر من ترتيب اليوم بتحاول أنك ترتبهم بشكل إيجابي وتحاول تنجزهم برضو بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم أكثر يوم رح تهتم بالأمور المالية أو الاهتمامات رح تكون على المستوى المالي بشكل ممتزج يعني إيجابي وسلبي ولكن معظمه رح يكون على المستوى المالي بسبب أول إشي الشمس وعطارد والقمر ثلاثة موجودات في بيت المال عندك فعشان يك اليوم بحمل لك فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدي أهم شيء تخففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية أو تحصل على تسوية اللي أنت بتحلم فيها إذا ركزت بشكل جيد بتفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء برر عن مواقفك ووضح أي سوء تفاهم ممكن برضو تحمل لك نوع من أنواع الضغط المالي أو المصاريف المفاجئة أو الالتزامات المفاجئة اللي بحاجة إلى أنك تدرسها قبل ما تقرر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها إيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع الأشخاص مش بالشكل العنيف ولكن تتلقى بعض الاتصالات تجري اتصالات عندها قدرة على الإقناع على التسويق على أمور إلها علاقة بالاهتمام بالسيارات بالتليفونات بأجهزة الكمبيوتر أي شيء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء أحسن وأحسن بتعمل لك تقارب أو تلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن باجتماع مناسب اهتمام بالبيت بالعقارات بيمر إلها علاقة بالمشتريات أو الأثاث أو أشياء العلاقة ببعض الصياني ولكن إجمالا على وضع البيت لأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية الجيد أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء بتحمل نوع من أنواع الحساسية إما أنك تستاء من تصرف الحبيب أو بيحمل لك نوع من أنواع الضغط أو الحدية بالطباع من تصرف أحد الوالدين أو أحد الأبناء أو أحد الأحبة ممكن يجيك نوع من أنواع الرغبة للإطمئنان على حبيب قديم أو تتذكر بعض المواضيع اللي شوي ممكن يتكون مربكة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل الجيدة ممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم أو تهتم بعمل جديد أو بأنه يتوكل لك عمل معين أو عمل يكون صعب فتثبت جدارتك في الوضع الصحي أحسن من الأيام الماضية بساعدك في كثير من المسال أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بيت الشراكي شوي بدك تركز فيه هو إيجابي ولكن برضو بيحمل نوع من أنواع النقاشات أو المواضيع اللي ممكن تحتد وتعصب أو تشوف فيها نوع من أنواع الحساسية وردة الفعل السلبية من انتقاد من كلمة من توجيهات من أوامر هاي الشغلات ممكن تستفزك فهي ممكن تيجي من الشريك بالمال العاطفة أو شريك بالمال لهم الأزواج وممكن تظهر بعض المسائل الصحية اللي شوي بتكون بحاجة للرقابة ولكن هي ضعف طاقة مش مرضية أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا رح تظهر بعض المسائل المعقدة مسائل مالية شوي بتتطلب منك جهد عالي جدا لحلها ممكن قروض ممكن ديون ممكن أمور بنكية ممكن التزامات ممكن غرامات ممكن أشياء إلها علاقة ببعض الضغوط المالية القديمة اللي بتحاول أنك ترتبها ممكن تسوي معينة مثلا هاي كلها ممكن أي شيء منها يكون ظاهر خلال هذا اليوم وممكن تحس ببعض المخاوف اللي إلها علاقة بالأمور الغيبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة شيئا ما بتدعمك على مستوى الاتصالات والحورات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن أنه اليوم تنشط بدراسة أو موضوع أو بحث معين أو اطلاع على ثقافة معينة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى السمعة ولكن بظل في عندك نوع من أنواع الشكوك بتتسلط على بعض الأشخاص أو بتشك في زملاء لك في العمل بتآمروا عليك أو في رئيسك بالعمل إنه بتحامل عليك أو يعني بحاول يضغط عليك بالفترة برضو هاي بتحمل نوع من أنواع التشكيك إما بسمعتك أو التشكيك بقدراتك بدك تكون حذر من هاي النقاط وحاول إنك تثبت العكس أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء طبعا بدك اليوم تدير بالك من عصبية أو حدية أو توتر ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن يصير سوء فهم أو تنزعج من رفض صديق مثلا أنه يساعدك في مسألة معينة أو يتخلى عنك في موقف معين أو يعني يهمشك هيكي ويحاول إنه هو ينشغل عنك في بعض المسائل أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب هو اللي دائما بيجهز المفاجآت فعشان هيك المفاجآت دائما بتيجي على الصحة وعلى العمل فبدك تحذر من الأمور المفاجئة على مستوى العمل وبرضو مفاجآت على مستوى الصحة بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج السرطان طبعا معروف أنه الأيام الماضية كانت حاسمة كان فيها مشاكل وكان فيها ضغوطات وكان فيها نوع من أنواع الفوضى اللي لمست حياة معظم موليد برج السرطان واليوم تحديدا في نوع من أنواع التقلب طبعا هذا مش مستمر يعني هاليومين هذولا بعديها الأجواء بصير إيجابية وقوية بتعوض كل هاي الضغوطات اللي أنت حاس فيها ولكن اليوم أنتوا مشحنون بطاقة وبنشاط وحيوية وعندكم قدرة على إنجاز كثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن بدون تحكم وبدون عصبية بترتفع المعنويات ولو أجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية ولكن الأهم أنك تبعد عن العصبية والحدية والتوتر اليومين هذولا تحديدا أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة أو الضغط المالي أو المطالبات أو التشكيك فيك أو في صمعتك على المستوى المالي بدك تحذر حاول تثبت وجهة النظر ما تتصرع بالمصاريف وما تتصرع بالأمور المالية وأي غمر بتعلق بالمادة بدك تركز فيه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحورات والتنقلات تعطيك طاقة عالية جدا للتواصل فرض السلطة الإقناع وجهة النظر سرعة البديهة كلها هاي الأمور بكون فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن بدك تحذر من التسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور على مستوى العائلة أو على مستوى الأقارب أو على مستوى البيت شوي فيها نوع من أنواع الضغط بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو التقلب بالمزاج أو مواضيع تنفتح قديمة بتسبب لك نوع من أنواع الحدية ممكن تعصب بسبب ضغط معين أو تدخل أو فرض السلطة من أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة بتقارب ما بينك وبين الحبيب أو بتعمل نوع من أنواع التواصل وبتعمل لك عاطفي زيادة عن اللزوم لدرجة أنه في لحظات ممكن تذرف الدموع أو تذكر موضوع معين أو تستاء أو عاطفيا تنجرح من مسألة معينة فيها نوع من أنواع القلق بتكون على أحد الأحبة أو على أحد أفراد العائلة أو تحاور معهم أو حل مشكلة أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل تقريبا في نوع من أنواع تراكم بعض الأعمال ما عندك القدرة الكاملة رغم الطاقة الموجودة عندك ممكن الأعمال كثيرة ممكن تنشغل بأعمال لسه من حسمت بالنسبة لك أو صارت لصالحك ولكن إجمالا أنه بتنضغط شوي أهم شيء أنك تراقب عملك وتراقب صحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت أمور الشراكة المالية والعاطفية والتعامل بينك وبين شركاء المال أو العاطفة بتحدث بعض الفوضى فممكن وساوس أو قلق أو شكوك أو أشياء لها علاقة بالتخوين يعني بمعنى بيقول لك موضوع فبتخون فيه أنه لا هو بضحك عليك أو بغشك أو بضحك مش هيك الموضوع أو الشكوك فيه أو في سلوكياته بدك تنتبه من هاي المسائل وتركز وما تحكم بدون دليل أو بينة أما بالنسبة للبيت الثامن فشقية في الأجواء أحسن على مستوى الأموال المشتركة في هذا البيت فبتحمل لك بعض المسائل الإيجابية اللي ممكن أنك تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة في الأموال المشتركة أو أمور حوارية على ميراث على أشياء قديمة على ورثة على أمور بنكية ضريبة أموال الغير أموال الزوج كلها هاي ممكن أن يصير في عليها بعض الكلام خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء شوي فيها نوع من أنواع المخاوف أو القلق على أشخاص خارجها أو الاهتمام ببعض المسائل القانونية أو قلق من بعض المسائل القانونية أو المعاملات أمور إلها علاقة بالسفر أو تأخير سفر أو تأجيل سفر كلها شوي هاي بتشكل لك بعض العقبات والضغوط بالفترة هاي حاول أنك تركز بشكل جيد بتلاقي الأمور بتنحل إذا كان عندك امتحان أو كان عندك اليوم مقابلة أو مناقشة بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة المريخ موجود اليوم تندفع شوي بعطيك هذا نوع من أنواع الحماسة أو التشجيع بشجعك لمخالفة القوانين أو الدخول بأعمال مشبوهة أو أشياء إلها علاقة تتمرد على زميل تتمرد على مديرك بالعمل كل هاي ممكن تسبب لك مشاكل خلال هذا اليوم هاي أبواب تشويه سمعة المريخ بدعمك للاتجاه الغلط باليوم هاد حاول قدر الإمكان إنك ما تتحسس وما تغامر أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بيحملك إما لقاء مفاجئ أو دعوة مفاجئة أو زيارة مفاجئة أو ملاقات صديق قديم بشكل مفاجئ الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة وبتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أصدقائك وممكن تحمل لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة فعشانك بتدعمك على مستوى العمل وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالصحة فاليوم ممكن تنشط ببعض المسائل إلها علاقة بتقديم لطلب أو لعمل أو مناقشة أو حوار أو مشروع معين أهم إيش أنك ما تخلي الأعمال هاي تتراكم عندك وفي نفس اللحظة انتبه لوضعك الصحي من التقلبات أو ظهور بعض المشاكل اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ صحيح عندك قدرة لتجاوزها ولكن بدك تكون حذر ومتهيئ لها برج الأسد طبعا هذا يوم لا نحسد عليه إحنا يا موليد برج الأسد يعني بمعنى هذا يوم إذا أنتوا تجاوزتوا اليوم هذا وتجاوزتوا بكرة فجأة بتلاقي الأمور انعكست بشكل كامل فعشان هيك اليومين هذول تحديدا بدك تكون حذر تماما من كل الأمور لأنه الشمس وعطارد والقمر في الثلاثة في بيت المتاعب مع بعض يعني ما شاء الله يوم حلو طيب أول شي الفترة هاي بتكون ديروا بالكو خلينا نبدأ من بيت المتاعب لأنه هو الأساس في الفترة هاي فبسيطر التعب على موليد برج الأسد إجمالا فمنكو رح يشعر بمرض أو بتعب أو بتطور مرض أو إرهاق عالي جدا أو عدم الرغبة بالتحرك يعني بتكونوا حذرين من هاي الأمور إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكونوا الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو أمراض خلال هاي الفترة بتفشل أعمالك في حصد النجاح وبيخيب أملك للتأجيل أو لتأجيل معين أو إلغاء في اللحظة الأخيرة ما دولوا لي إنه ليش هالسلبية لأنه هي سلبية هيك علي وعليكو إحنا كلنا الأسود بعرفوا إنه يعني هاي الأمور ما فيش فيها مجال للمجاملات أقول لك آه والله بتتعب شوي لا هي بتتعب يا شوي أما بالنسبة للبيت الأول فهنا بتضغط على الوتر الحساس عندك واللي هي الحساسية العالية وردات الفعل السلبية والعصبية والقلق فبدك تدير بالك من هاي الأمور برضو على المستوى النفسي أنت اليوم ما عندك يعني رغبة بأنك تتحمل جدالات أو نقاشات أو حوارات فبتحاول تبتعد عن الأضواء قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى مستوى الأمور المالية ممكن شوي يعني تطمئن لبعض المسائل أو يرتاح بالك لبعض الأمور المالية ولكن إجمالا في نوع من أنواع الضغط على المصريف أو على الدفعات خلال الفترة هاي مش بشكل كبير ولكن ومنكم ممكن يحصل بعض المكاسب المالية ولكن بقل قليل من موليد برج الأسد اللي ممكن يستفيدوا من هاي النقطة على حسب طالعهم أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدك تحذر أثناء تنقلاتك اتصالاتك حواراتك عصبيتك نقاشاتك إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تكون جاهز ومستعد ما تجازف وما تغامر بالفترة هاي حاول أنك تفحص سيارتك مزبوط قبل التنقل فيها حاول تنتبه أثناء الحركة من الإصابات أو تضرب بطاولة بسكملة تتعرقل تقع عن درج شغلة زي هيك هاي أول الستات اللي بتشتغل في المطبخ تنتبه أثناء تعاملها في أمور إلها علاقة بالنيران أو بالمي يعني تزحلق أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة يعني في أمور شوي يعني بتساعدك أو شوي بتنشلك أنه البيت بيكون الوضع فيه هادي بتركز على بعض الأمور المنزلية أو الأمور العائلية ممكن اهتمامات شوي بسيطة مش بالشكل القوي ولا ممكن تنجز بعض الأشياء المنزلية أو العائلية تكون بشكل إيجابي وتدعمك في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء برضو لا تحسد عليها تعمل نوع من أنواع التقلبات نوع من أنواع الحدية التحسس حساسية عصبية بتحب تختلي في نفسك بتحب تبعد عن الأجواء صحيح أنه ممكن تنزعج لا أمر بتعلق في أحد الأبناء أو تعصب من قرار أحد الوالدين ولكن كلها فترة مؤقتة بس نتجاوز اليومين هدول الأجواء كلها رح تتغير بشكل إيجابي وسريع وملفت للنظر أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا يعني معروف أنه الجدي فهو ضاغط بشكل كبير على أمور الصحة وبيت المتاعب الصحة فبتكون تحذروا لتطورات إلها علاقة بالوضع الصحي من بدايتها إن شعرت بشيء غير اعتيادي التزم إما دواءك أو علاجك أو طبيبك بالفترة هاي بالنسبة للعمل سهل جدا أنه تخطئ أو يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم أهم مش أنك ما تتسرع وتركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى أمور إلها علاقة بالشراك المالي والعاطفي الأجواء جيد يعني هذا البيت الشوي يعني ها خلى فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الشريك أو أنه التعاون الجيد أو إنجاز بعض الأعمال المشتركة أو ترمي المسئولية على الشريك لإدارة بعض الأمور اللي يخفف الحمل عنك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا المخاوف من الأمور المالية والالتزامات والديون والأعباء اللي ممكن تظهر بالفترة اللي شوي بتسبب لك نوع من أنواع القلق والتوتر ممكن تحتد في بعض المسائل أو تقلق من بعض المسائل حاول أنك ترتبها بشكل جيد وتتجاوز الصعوبات بالفترة هاي بتلاقي الأمور مشت بشكل إيجابي نصيحة لكل الأسود اللي بيشتغلوا في الأمور الروحانية في هدولة اليومين ابتعدوا تماما عن الأمور الروحانية لأنه مش لصالحكم وممكن أنك تواجه بعض المعاكسات منها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات والحوارات البعيدة أو الامتحانات أو المناقشات أو عدم الاستيعاب أو عدم الرغبة بالدراسة أو التهرب من الالتزام الفكري يعني زي دراسة موضوع أو الطلاع على موضوع بتكون مشتت حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة وخصوصا للي عندهم مقابلات أو عندهم امتحانات أو عندهم قضايا قضائية لازم تركز بشكل جيد بالفترة هاي ما تغامر وتفشل بدون جاهزية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة ممكن تظهر بعض المعاكسات أو بعض الضغطات اليوم بشكل مفاجئ ممكن تتفاجأ بأمر أو بعمل أو باهتمام من زميل أو من رئيسك بالعمل ولكن ممكن تستاء من الضغوط اللي ممكن تتوجه لك بأشياء لها علاقة ببيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى الأصدقاء ممكن يساندك صديق أو يتعاطف معاك أو يدعمك أو يحمل عنك شوي يعني يعاونك في مسألة معينة فالفترة هاي برضو بتحمل بعض الإيجابيات من بعض الأصدقاء اللي ممكن يوقفوا جنبك ويدعموك في بعض المسائل برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء جيدة تقريبا نفسيا أنت مرتاح اليوم أحسن رغم أن كل الكواكب الآن في بيت متاعبك إلا أنه أنت شوي يعني بتحس بتتجه لبيت متاعبك عفوا هي موجودة في البيت 11 ليلة ولكن أنه شوي بتحس أنه اليوم فيه نوع من أنواع الطمأنينة أو الرغبة لإنجاز بعض الأمور حاول تنجز كل الأشياء الضرورية وما تأجلها قبل ما يصل القمر لبيت متاعبك أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور فيها نوع من أنواع المشاكل أو الضغوط أو القلق أو الحسابات للزيادة أو ترتيب وضع مالي بشكل زيادة بتهتم فيه بشكل قوي بالفترة هاي ممكن تظهر بعض المصاريف أو الأعباء أو الأعطال اللي بتكلف فلوس بالفترة هاي حاول أنك تركز بشكل جيد ما تندفع ما تتهور وما تصرف بغير المكان المناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات والحوارات عندك قدرة إقناع عالية سرعة بديها عالية برضو إذا عندك امتحان أو مقابلة رح تبدع اليوم ولكن ما تعتمد على الحظوظ فقط حاول تركز بشكل جيد واستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى العيلة يعني شوي فيه نوع من أنواع التقلبات ممكن تحتد تعصب تظهر مسألة طارئة مثلا تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة مثلا تظهر بعض المشاكل أو العطال المنزلية المفاجئة أو الالتزامات العائلية المفاجئة اللي شوي ممكن تضغط على أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فهونا بدك تحذر من كل الأمور اللي إلها علاقة بالعاطفة بالأحبة بالوالدين بالأبناء اليوم ممكن تظهر أي مسألة من المسائل هاي شوي تسبب لك نوع من أنواع الخوف أو القلق أو الإرباك أو الاهتمام المبالغ فيه أهم شيء أنك ما توجه انتقادات ولا تحاول أنك يتهاجم خصوصا للي إحنا ذكرناهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي كمراجعة طبيب أو أدوية أو أخذ علاج معين أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني ما زال فيها نوع من أنواع الشكوك أو الغيرة أو الشك بالفترة هاي ما زال في نوع من أنواع الضغط على مستوى الشريك يعني شريك العاطفي أو شريك الزواج شوي بتضغط أعصابك هنا بالأفكار هاي الوساوس حاول أنك تتردها حاول أنك ما تخليها تسيطر عليك يعني ماشي ممكن أنه غلطان ممكن أنه بيعمل إشي غلط ولكن أنت بتتعب قاعد في صحتك بالزيادة حاول أنك أنت تطمئن شوي عشان تعرف التركز وتفكر أنت جاي على فترة صعبة فإذا من الآن بلاشت تضغط عليك الشهر اللي جاي شو بدك تعمل يعني شهر ثمانية هذا العيد ميلادك شو بدك تسوي فيه فريح حالك انتبه لنفسك أكثر وإقدم على إنجاز أمورك المهمة أنت شخصيا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي تكون معقدة أو تدفعك لمخالفة قانون مالي معين خصوصا في الأموال المشتركة وينكشف أمرك في الأيام القادمة فبدك تحذر لا تخالف الأمور المالية ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تجازف بأمور مالية مشتركة يعني شغلت أنه أنا ألعب بالحسابات أزبط الحسابات بالشكل اللي بناسبني أأجل المواضيع لأنه الفترة هاي كل ياتها بالفترة القادمة راح تكون على المكشوف فلا تدخل حالك في متاهة من الآن عشان ما تدخل في باب المجازفات ممكن تظهر بعض المسائل البنكية أو أوراق قانونية تكون فيها تحمل نوع من أنواع الأعباء والضغط عليه أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تحمل مفاجئات على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل مثلا امتحان مفاجئة أو مقابلة مفاجئة أو نقاش مفاجئة أو يعني اهتمامات بأمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق قانونية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا يعني مدعوم بقوة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك فيه أشخاص بتساعدك أو بتقدم لك النوع من أنواع المساعدة في بعض الاهتمامات على مستوى العمل أو على مستوى أمور إلها علاقة ببيت السمعة زملائك أو رؤسائك بالعمل أو بعض التحالفات مع بعض الأشخاص لإنجاز بعض الأمور المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا اليوم أكثر إشي رح يتركز عندك هو النشاط الإجتماعي لأنه زي ما حكينا هذولا ثلاث كواكب موجودات الثلاثة هذولا يعني ماشي القمر منزل سعيدة عطارد منزل سعيدة الشمس منتحسي فعشان هيك بتلاقي إنه ثلثين بثلث ممتزج الجو فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة اتجنبوا الانتقاد أو انتقاد أحدهم لأنه انتقادك رح يكون لاذع ورح ينفهم بطريقة غلط ويسبب لك مشاكل أو مشاكل ما بينك وبين أحد الأصدقاء بناسبك الفترة هاي أو اليومين هذول بتناسبك بالعمل الاجتماعي أو من ضمن مجموعة مع زملاء أو مع أهل انت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفهم الآخرين لإلك وتحصل أو تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية حاول إنك تستغلها ويبتعد عن أي شيء فيه العلاقة بالانتقاد أو بالمواجهات أو كشف أشياء ممكن تسبب نوع من أنواع الإرهاق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي متقلبة ممكن تظهر بعض المسائل العملية أو يتراكم عندك العمل أو ما تقدر تنجزه بالكامل وممكن تظهر بعض المشاكل الصحية بشكل مفاجئ توترك أو تقلب مزاجك أو تخليك تهتم شوي بزيارة طبيب أو باهتمام بصحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول مش بالقوة الكاملة خلال اليوم يعني القمر مش بمكان حليف لا إلك بيضغط على نفسيتك بيعطيك شوية وساوس تقلبات من المزاج حدية بالطباع تسرع في بعض الأوقات أو عصبية أو بتدخل في نوع من أنواع أجواء الكآبة حاول أنك ما تخلي هاي الأمور تسيطر عليك خلال هذا اليوم لأنه شوي الظروف ضغطة صحيح لكن في مجالات ثانية ممكن تعزز النقاط عندك إذا استغلتها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني تقريبا تحمل بعض المفاجآت على المستوى المالي ممكن فرص مالية أو تحقق بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم أو يجيك نوع من أنواع المال من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا أو نوع من أنواع الدعم أو الاهتمامات المالية الجيدة ولكن الأهم أنه يعني ما تصرف بالمكان الغير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تعطيك نوع من أنواع الاندفاع أو التهور أو العصبية في بعض المسائل بتتشتت ذهنيا تفقد أعصابك في بعض الأوقات حاول تشحن حالك بالطاقة إيجابية وتكون دبلوماسي ممكن يكون لك امتحان أو مقابلة أو أشياء لها علاقة بالحوارات اللي بتطلب أنك أنت تكون جاهز ومستعد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في بعض الضغوطات في بعض الأشياء اللي بتضغطك بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن مشكلة أو حدث أو انفعال أو تعصب من ردة فعل معينة أو تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة أو ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي تكون معقدة إلها علاقة بالأعطال أو بالترتيبات أو بالاهتمامات بالعائلة أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا بنقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين الحبيب أو بتعملك نوع من أنواع الاهتمام بأحد الأحبة اللي هو الحبيب أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء يعني شوي الأجواء فيها من الناحية العاطفية أشياء إيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني بتحمل نوع من أنواع الروتين ولكن برضو أنت متخوف إما من عمل معين تحس أنه صعب عليك أو ما بتقدر تنجزه أو تشك في قدراتك شوي ممكن برضو تشك أو تتوسوس من بعض المسائل الصحية إيش حنحالك بطاقة إيجابية وما تخلي هاي الوساوس تأثر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى العلاقة ما بينك وبين الشركاء فاليوم ممكن تستاء من مسألة معينة بتصرف فيها الشريك شريك المال أو العاطفي يعني الأزواج ممكن تحتد أو تتحسس من ردة فعل معينة أو صير عندك نوع من أنواع ردة الفعل تكون مشحون فتنفجر اليوم بالمواجهة امسك حالك ما تخلي الأمور تتفاقم أو تكبر ممكن تظهر بعض المسائل القانونية أو الأمور اللي إلها علاقة بالتوترات الصحية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيحمل مفاجآت على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة خلال هذا اليوم اللي إلها علاقة بمسألة بنكية مسألة ضريبية مسألة ميراث ديون أموال الشريك الشريك يسألك عن الأموال هاي والراحة وين صرفتها فأنا عطيتك فلوس وين هاي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإزعاج أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات وعلى مستوى الامتحانات والمقابلات وإنجاز أوراق قانونية أو معاملات كلها تقريبا بتكون لصالحك ممكن تهتم بموضوع العلاقة بالدراسة أو دراسة لغة معينة أو بحث في مسألة برضو بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا حكينا أنه الشمس وعطارد والقمر موجودات في البيت العاشر فعشان هيك بتتركز أغلب اليوم جهودكم على عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو بيتعاون معاك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيت الأصدقاء بيدعمك في بعض المسائل بيعمل تقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن يحمل لك لقاء أو مفاجئ اليوم أو لقاء مفاجئ أو زيارة أو تقوم بزيارة أو أنت يجيك بعض الأشخاص يزوروك أو يباركو لك بمسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة روتينية هي يعني بتنجز الأعمال الضرورية والمهمة إلك اهتمامات صحية معينة إلك اهتمامات بنوع غذاء معين صحيح أن شهوتك شوي مفتوحة اليوم على الطعام أو التام الطعام أو أي شيء له علاقة بنوعية أكل جديد أو غريب بتحب أنك تجربه برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول جيد مشحون بطاقة إيجابي اليوم طاقتك عالية عندك رغبة بالانطلاق بالتحرك بالتحرر برضو بتحاور بثقة بتناقش عندك أكثر من مشروع حيويتك عالية جدا خلال هذا اليوم كثير من المسائل اللي ممكن إنها شوي ما تكون ذات بال بال بالنسبة لإلك وتقدر تتحكم فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأمور المالية ممكن يعني التزامات أو شراء شيء أو أثاث أو اهتمام ببعض المشتريات اليوم أو التسوق أو رغبة باقتناء بعض الأشياء اللي ممكن تكون ملفتة للنظر بالنسبة لإلك أهم شيء أنك تقلل من المصاريف الغير مرغوب فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعطيك نوع من أنواع العصبية والحدية والتهور فعشانك لا تعصب لا تحتد انتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك ما تفكر أنه يعني الأمور لها الدرجة جيدة أو أنك أنت بتقدر تنجز كل شيء وفجأة تنهار صحيا أو عصبيا بسبب التعب أو الهرهاق بدك تنتبه لهذه النقاط إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تتركز بشكل جيد وبرضو ما تندفع وما تتهور وما تتسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتحمل بعض التقارب أو التلاقي أو حل مسألة معينة أو نشاط في مسألة عائلية معينة ممكن اجتماع أو لقاء أو نقاش معين أو حل مشكلة عائلية شوي بتطلب تدخلك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني نبتن ما زال بعطي الشكوك بعطي الوساوس القلق على أحد الأبناء أحد الوالدين الخوف من مسألة معينة إلها علاقة بأحد الأحبة قلق معين يعني بتتركز على الحبيب على أخلاقه سلوكياته بحبك بحب نيش راح إجه بحب حد غيري هاي كلها ممكن تكون ظاهر على الساحة أما بالنسبة للبيت السادس طبعا بضغطك على مستوى العمل بعطيك اندفاع عالي جدا بالمستوى الاتجاه باتجاه العمل بتشعرش بالتعب طاقة كبيرة ولكن بتلاقي بعد ما تخلص آخر النهار أنه انت تعبت كثير وتراكمت الأعمال وبتتركز كلها هاي نقاطها على مناطق الرأس الرقبة العمود الفقري اللي هي أسفل الظهر والعضلات القطنية بدك تركز بشكل كبير ما تتعب حالك صحيا وبرضو ما تنشط بأمور العمل كأنه يعني الدنيا راح تخلص رتب أعمالك اللي إيش المهم وانتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد بدعمك على مستوى الشراكي فممكن يظهر اليوم مفاجئة بتتعلق ما بينك وبين الشريك يا أما لقاء يا أما مفاجئة يا هدية يا بفاجئك الشريك بشيء معين أو بمشوار معين أو برحلة أو بطلعة يعني فيه نوع من أنواع المفاجئات على مستوى بيتك بيت الشراكي المالية والعاطفية ممكن تتفاجه بأمور غير الشراكي أمور العلاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة في أمور القروض والديون وأمور البنوك وأمور أخرى تتعلق بالأموال المشتركة يعني أموال الزوج أو أموال الشراكة أو إشي أنت بتكون مؤتمن عليه أو حصولك على أموال مش أموالك فممكن أنه الفترة هاي برضو تنشط فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الشمس وعطارد القمر موجودين كلهم في البيت التاسع فعشان هيك بتنشطوا في أمور إليها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة طبعا اللي ما بيسافروا مش إنه ما يقول وإحنا منسافرش ما إحنا كورونا السفر أوراق سفر اطلاع سفر اتصالات سفر الناس اللي بتقدر تسافر برضو بنشطوا في هاي الأمور والاتصالات البعيدة أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا خلال هذا اليوم بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن تحرك وبرضو بدون تهور وتدرس الأوضاع بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة بتدعمك تتدافع عن سمعتك بتعزز سمعتك بتعزز علاقاتك سرعة بديهتك عالية يعني نوع من أنواع الكريزمة الجيدة جدا أثناء التعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو في مكان العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقتك مع الأصدقاء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب رغبتك الاجتماعي وقدرتك على التواصل مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك والضرورية وبرضو عندك قدرة للاهتمام بالشؤون الصحية بشكل جيد ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء مش إيجابية قوية بالعكس فيها نوع من أنواع الضغط يومين والقمر بصير في مكان مناسب بدعمك بقوة أهمش أنك ما تعصب وما تحتد وما تتوسوس بالفترة هاي لأن الأجواء مش لصالحك يعني فيها نوع من أنواع الضغط عليك فحاول أنك أنت تبعد عن الوساوس قدر الإمكان وحاول أنك تبعد عن التشكيك وعن الفهم الخطأ لبعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني تحمل نوع من أنواع الضغوط المالية أو القلق المالي أو الالتزامات المفاجئة أو المصاريف اللي ممكن تكون ثقيلة وبتحمل أعباء عليك يعني بتحمل قلق مالي عليك الفترة هاي يعني فترة مش ما رح تكون طويلة فترة بسيطة إن شاء الله والأمور بتتحسن بشكل إيجابي ولكن أنه حاول أنك أنت تنظم أمورك بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والحركة عندك نشاط عالي قدرة على التحرك بأكثر من اتجاه بتنشط في بعض الاتصالات خلال هذا اليوم ولكن أهم شيء زي ما حكينا ما تعصب وما تتهور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني بتظلها في علامات استفهام على أحد أفراد العائلة تحمل لك نوع من أنواع الشكوك القلق من مسألة عائلية من توتر عائلة من أحد بتآمر عليك حد بيحكي عليك بيستغيبك مش ماشي الأمور زي ما بدك أنت ممكن تظهر بعض الأعباء أو الأخطاء أو الأعطال أو يكون أعمال منزلية عندك مربكة خلال هذا اليوم يركز بشكل جيد وإنجزها بشكل عقلاني بتلاقي في قارب بصار ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو يعني بيدفعك باتجاه العنف باتجاه الحبيب إما التسلط أو فرض السلطة أو التحكم أو التدخل بشؤون الأحبة حاول إنك ما تعمل هاي الأشياء وخصوصا مع الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيحدث بعض المفاجآت على مستوى العمل يا إما بيجيك عمل مهم يا بيجيك عمل ممكن ترتفع من وراء يا إما بيجيك عمل شوي ممكن تدخل بنوع من أنواع غير ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل بالفترة هاي الأهم التقلبات الصحية اللي ممكن تحدث بالفترة هاي بدك تكون حذر منها وتنتبهلها بشكل جيد خوفا من تطور مسألة بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الزهرة موجودة بتدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور الشراكة أو توطيد العلاقة مع الشريك أو التقارب بفكرة معينة أو مشروع معينة أو ترويج لمشروع معين أو أمور قانونية يعني بتظهر بخلال الفترة هاي حاول تركز بشكل جيد وتدلم بعض المكاسب من هذا الباب أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الشمس وعطارد القمر موجودين فعشان هيك بتنهمكوا بشكل كبير اليوم في الأمور المالية في ضبط شأنكم المالية المشتركة رغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض إذا ركزت مزبوط بتصرف أو بتتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع لإعادة بعض الأمور لنصابها حاذر مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين حاول برضو إذا بدك مساعدة أنك تطلبها بهاي الأيام لأنه بتكون لصالحك ممكن تعالج بالفترة هاي موضوع مالي أو إداري أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات بالليب عيدة ولكن ممكن تحملك بعض القلق أو التوتر أو الاستياء من تصرف أحد الأشخاص خارج البلاد إما تقصير بحقك أو تهرب منك أو إهمالك ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع إيجابية إذا تجاوزتها ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينكم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وهي بتدعمك على مستوى العمل وعلاقاتك وتعاونك بالعمل المشترك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيتك 11 برضو بتدعمك على مستوى تواصل أو علاقات أو استغلال بعض الأصدقاء لمساعدتك في مسألة معينة وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبي خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو بساعدك في إنجاز بعض الأمور المهمة والانتباه لصحتك غذائك وبرضو ما ترهق حالك كثير ممكن تظهر لك هاي الفترة مسألة صحية بشكل مفاجئ وتتطلب الاهتمام في صحتك أو صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا بما أن القمر والشمس وعطارد موجودين مقابلك مباشرة معناته طاقتك اليوم ضعيفة جدا جدا حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تنفعل ما تتوتر ما تهمل صحتك أهم ثلاث نقاط ما في داعي للتسرع والعصبية في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا تحمل بعض الفرص المالية ولكن مش هالفرص القوية اللي أنت بدك إياها ولكن بتتجاه القلق المالي أو المصريف أو ترتيب وضع مالي معين أهم شيء أنك تبعد عن المصريف الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تجعل عندك نوع من أنواع المخاوف مخاوف إما باتصالاتك عدم الثقة بنفسك يعني هيك بتهتز الثقة بالنفس شوي الشوي بتعطيك نوع من أنواع التوتر العصبية الحدية الشك في بعض الأشخاص أنهم بتآمروا عليك الاهتمام بمسائل أو القلق من مسألة بتتعلق بالسيارة أو بالتليفونات أو بالاتصالات بتلاقي أنه أنت ما عندك جاهزية لامتحان أو مقابلة خلال الفترة هاي يعني ماشي الأجواء بتدعمك ولكن بدك تستعد للأمور هاي أما بالنسبة للبيت الرابع فبدفعك على أشياء لها علاقة بالأمور البيتية والمنزلية والعقارية والعائلية فممكن تظهر بعض المسائل وتتصرف أنت شوي تكون محتد أو عصبي أو تفرض سلطة أو تتدخل أو تصدر قرارات بالفترة هاي اللي شوي ممكن أنها تكون مش لصالحك وممكن تعمل خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن يستاءوا من تصرفاتك وصير في خلاف أو نقاش حاد ما بينكم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فاليوم بيحمل لك مفاجآت يا مفاجآة على مستوى تعاملك مع الحبيب يا خروج معينة يا لقاء يا عاطف جديد يا حب جديد يا تعامل يعني كان غريب ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتحمل أجواء إيجابية على مستوى أمور إليها علاقة بالعمل والصحة فممكن تظهر بعض المسائل اليوم الجيدة اللي تدعمك على مستوى العمل وتنجز بعض الأمور المهمة اللي تعملك نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين زملائك رؤسائك بالعمل أو إنجاز عمل كان صعب ولكن الأهم أنك أنت تنتبه على صحتك من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بما أنه كل الكواكب يعني أو معظم الكواكب الشمس وعطارد والقمر مقابلك مباشرة فبينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي يعني زي الأزواج هاي فترة متوترة ممكن تتورط في أزمة ما ممكن تظهر أو تضطر للإبطاء في مسار أو مسار لبعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين ما في أي مشكلة أنك تغير المجالات في الفترة هاي إذا وجدت أنها مش لمصلحتك ما توجه أي انتقاد لأي أحد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تتحرك على مستوى الأموال المشتركة ماشي مش بالقوة ولكن ممكن بالأيام القادمة تصير لصالحك ممكن تنجز بعض المسائل المالية المشتركة أو تهتم بأوراق قانونية أو معاملات أو إنجاز بعض الأوراق المهمة أو تناقش بعض المسائل أو العقود خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بمسألة معينة أو تحل مسألة معينة الفترة هاي إلا علاقة بمشكلة مع أحد الأشخاص خارج البلاد فتمد يد العون إله أو تهتم بأوراق قانونية أو معاملات وفي منك رح يبدأ بدراسة شيء معين أو الاطلاع على موضوع معين أو الاهتمام بعلم جديد أو ثقافة جديدة أو تجارة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وهي بتدعم من علاقاتك ومن قدرتك على العمل المشترك وبرضو الحوارات ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني تعاملك مع أصدقاءك ومعارفك بكون بشكل روتيني أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو جيدة بتدعمك لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو القدرة على التنظيم الغذائي أو الاهتمام بأعشاب أو أدوية أو خلطات أو الاهتمام بوضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة للبيت الأول الأجواء شوي اليوم مش إيجابية مش لصالحك شوي بتحس بنوع من التوتر أو العصبية أو القلط من مسألة معينة بتحس إنك شوي الطاقة السلبية ضغط عليك بشكل أكبر بالفترة هاي بتتوهم بعض الأمور أو بيشتغل مخك بالشكوك في بعض المسائل بتلاقي في نوع من أنواع العصبية أو ردات الفعل العصبية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل الجيدة اللي ممكن يعني تساعدك في بعض المسائل المالية ممكن ينشط مخك في اتجاه معين تحصل منه بعض المكاسب وخصوصا من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكثر المصاريف أو الدفعات عليك بالفترة هاي بالمقابل حاول أنك تبتعد عن الأمور المالية اللي المصاريف تحديدا أو أنه أنت تغامر ببعض المشاريع اللي بتكون بدون دراسة وبدون تركيز أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدفعك أو بتخليك تتهور أو تغامر بالفترة هاي أهم شيء أنك تنتبه أثناء القيادة وأثناء الحركة من الإصابات وأثناء قيادة السيارة من الحوادث اتفقد سيارتك بشكل جيد قبل ما تطلع فيها وبرضو اهتم بأجهزة المواصلات زي التليفون أو الكمبيوتر من الأعطال في منك ورح يتهور أو يعصب في بعض المسائل أو أثناء النقاشات بيكون حاد الطباع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الأشياء المفاجئة خلال هذا اليوم كنقاش أو حوار أو مسألة إلها علاقة بالعيلة أو بالبيت بشكل يعني بتطلب منك تدخلك أو إنها بتطلب منك الاهتمام بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء بتحملك بعض الأشياء الإيجابية للتواصل مع الحبيب أو التلاقي معاه أو الخروج بنزهة أو نزوة أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر وعطارد والشمس موجودين في البيت السادس فعشان هيك بيتراكم العمل عندكم حاول إنجاز ما بوسعك من العمل دون إهمال صحتك ما تدخل في مواجهة مع الزملاء أو مع رئيسك بالعمل حاذر من التراجع الصحي غير الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل أما بالنسبة للبيت السابع فمستوى بيت الشراكة تقريبا نقدر نحن أنه ما زال الجو روتيني بيحمل بعض الضغوطات ولكن فيه قدرة على التواصل أو الاتصال أو التوافق الفكري ما بينك ومين شريك المال أو شريك العاطفي ما بين الأزواج صحيح أنها ممكن تحمل بعض الخلافات في بعض أوقات هذا النهار ولكن ممكن أنك تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الثامن اللي ممكن أنها تكون بحاجة لتركيز أكثر ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالنقاشات زي سياسة، دين، فلسفة، علم جديد، ثقافة جديدة ممكن تنشط بهاي الأمور بالفترة هاي أو حتى بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة بتعزز سمعتك وقدرتك على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام ببعض المسائل اللي بتتطلب منك نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زملائك أو ما بينك وبين معرفك أو علاقاتك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة بتحمل لك نوع من أنواع التلاقي خلال هذا اليوم فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تقوم أنت بزيارة بعض الأشخاص لملاقاتهم أو لزيارتهم أو لعيادتهم مثلا أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك بنقول لك دير بالك على عملك حاول تنجز الأشياء المهمة حاول التراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تهمل صحتك نهائيا وبرضو بتحمل لك نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا يا برج الحوت اليوم يوم مميز جدا لازم تستغله بكل ثقة وبكل قوة كمان ما تضيع الفرص اليوم من إيدك نهائيا عن مستوى البيت الأول شخصيتك اليوم أحسن ثقتك بنفسك أعلى لا تخلي الوسواس يسيطر عليك بأنه أنت تعبان مش قادر مالل نفسيا مش مرتاح حاسس بقلق لا تخلي هاي الوساوس أو الضغوط تتركز عليك أو تسيطر عليك خلال هذا اليوم ابعد واطلع من حالة الاكتئاب والملل هاي اللي مسيطر عليك لها فترة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدفعك بقوة اليوم بالاتجاه المالي إما للتحصيل على مكسب مالي أو للترتيب وضع مالي بثقة عالية جدا أو أنه بتصرف فلوس بالهبل بدون تركيز حاول أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد وما تندفع وما تتهور أما بالنسبة للبيت الثالث فبدفعك بمستوى التنقلات والاتصالات ممكن تجيك أشياء مفاجئة اليوم تخليك تطلع من البيت باتجاهها إما بزيارة أو بنقاش أو تسويق أو عمل أو اهتمام بشراء سيارة أو اهتمام بجهاز تليفون أو تصليح صيانة أشياء من هذا النوع أهم شيء أنك تنطلق اليوم بشكل جيد وتستغل الفرص الإيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك على مستوى البيت والعقارات وترتيبات والتصليحات بشكل إيجابي بعزز الثقة بالنفس والترابط العائلي والتقارب فخلي فيه تماسك وترابط عائلي ما تخلي فيه فجوة موجودة ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم عندك عطارد وعندك الشمس وعندك القمر كلها في برج حليف لا إلك فبتساعدك صحيح أنه الشمس منتحسة ولكن عندك اثنين قويات بيساعدوك في بعض المسائل فعشانك اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بيتقدم لك هاي الفترة فرصة مناسبة للمصالح حول التسوية وكذلك التعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور أيضا عالية جدا أهم شي ما تتشكك بالحبيب أو تشك بالحبيب وما تدخل بمناقشات أو انتقادات أو تدخل بشؤونه عشان ما تكبر الأمور والحبيب هنا بيجي على مستوى حبيب العاطفة والأبناء وأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون اليوم في عندك نوع من أنواع التعاون حتى في إنجاز بعض الأعمال ممكن تهتم بمسألة صحية تتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي بتدعم من علاقتك وبتقارب ما بينك وبين الشريك أي ما بين شركاء المال وما بين الأزواج ممكن تترافقوا في مسألة معينة وممكن تحلوا مشكلة بشكل مشترك الأهم أنه إذا ظهرت أوراق قانونية أو معاملات ما تخاف منها لأن الأمور بتدعمك بالفترة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل المالية زي بنوك وضريبة وتأمين وميراث وأشياء من هذا القبيل أو عقود أو أموال الشريك يعني أموال الزوج أو الزوج يتهتم فيها أو تحاسب عليها أو هو ينظر لأموال الشريك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بتكثر بالنشاطات أو الاتصالات أو الحوارات أو حتى الاهتمام بمسائل علمية أو نقاشية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك فممكن يوقف لجانبك أحد الأشخاص يساندك في مسألة معينة أو يحل لك مشكلة صعبة بالفترة هاي وممكن تكون الأمور يعني لصالحك وبتدعمك بقوة بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقتك مع الأصدقاء شوي يعني لسه حامل نوع من أنواع التوتر أو التقلب أو الحدية بالطباع حاول أنك أنت تختلط بالمجتمع وما تهب من هاي المسألة وما توجه انتقاد أو خلاف ما بينك وبين أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة وممكن اليوم برضو يكون لك نشاط عملي جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر أترككم في رعاية الله وحفظه